ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله ورئيس مركز القدس للشؤون العامة قولها إن التحديات الأمنية التي يواجهها المغرب والمغاربة تنبع أولا من المستعمرة الإسبانية السابقة في الصحراء مع عصابة مدعومة من الجزائر ولكن أيضا من إيران التي تسعى إلى التموقع بالمنطقة وذكر السيد جولد أن المغرب كشف في عام 2018 عن وطائق إيرانية تؤكد ضلوع طهران في تسليح وتدريب البوليساريو كما تبت أن إيران توفر صواريخ من صنف صام 9 وصام 11 للانفصاليين مضيفا أن المغرب جمد علاقته الدبلوماسية مع إيران خاصة عندما تبين أن التعاون مع البوليساريو كان يتم بغطاء من الصفارة الإيرانية في الجزائر العاصمة وأضاف أن الإيرانيين قادوا أيضا محاولاتنا لتحويل الأفارقة من المذهب السني إلى المذهب الشيعي وهو ما أدى إلى توطر العلاقات بين طهران وعدد كبير من البلدان ذات المذهب السني وتابع جولد في عمودنا نشير في صحيفة إسرائيل يوم أن هذه الأحداث أعطت سلسلة من الدروس بالنسبة للغرب ومن ضمنها أنه من الجلي أن جبهة البوليساريو البعيدة كل البعد على أن تكون حركة تحرير وطنية تستحق دعما شاملا هي في الحقيقة منظمة لا مشكلة لديها في نسج علاقات مع الشبكة الإرهابية التي أقامت إيران في الشرق الأوسط وإفريقيا وخالص إلى أنه عندما قررت البوليساريو العمل مع إيران تم اتخاذ قرار بالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء مؤكدا أن الأمر يتعلق بقرار منطقي تماما نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب